أنا بحكي لك القصة التواصل بآخر سنتين اكتشف الإنسان كلمة مهمة جداً التباعد بس الإنسان جزء كبير من شخصيته بيعتمد على التواصل والحكي بغض النظر هو بيحكي مع حدا ثاني مع الكلاب مع البساس مع حاله المهم يحكي فصرنا نستخدم التواصل عن بعد كثير بآخر فترة أكيد بتعرف أنه أول تواصل عن بعد للإنسان هو الإصراخ ويعتبر لغة للصغار اللي ما بيحكوه هو من الشغلات القليلة المشتركة بين كل الثقافات آه ما كنتش عارب طه يعني طيب بس زمان لما كان الإنسان يصرخ الإنسان أول ما كان يعبر عن مشاعره كان يصرخهم إصراخ وكانت مشاعره صادقة أكثر فإذا هو ماشي عضه ديناصور كان يقول آه إذا كان جوعان كان يقول أما إذا كان بلاش يحب فآه أو إذا كان بده ينادي على حدا من بعيد آه عادي كان ينادي طبيعي يا سامي من كتر الإصراخ صوت الإنسان الأول انباح وما كان مكتشف السكر الفضي فصار يرسم اللي بده إياه بس مش كلهم كانوا بيعرف ويرسموا فصار الإنسان يعبر عن أفكاره بإيديه ويعبر عن مشاعره بالحواجب آه بالحواجب عشان هيك حواجب الإنسان القديم كانت بتبلش من الغرة ولأنه بطلنا نستخدم الحواجب زي أول صاروا شكلهم بشكلهم اللي بنعرفه اليوم الحمد لله شكرا لكل البشرية الإنسان الأول ومع التكاثر صار أناس فصار مجتمع قزان من بعضه فاضطر يبعد عن ولاد عمه وصحابه بس ظلم يحتاج شعور التواصل فزائل الإنسان وولع نار على فراق الحبايب فطلع دخان فأولاد عمه شافوا الدخان وفكروا في حريق فرحوله وهون الإنسان عرف أهمية الدخان وصار طريق التواصل عن بعد وتحذير وصلوا أولاد عم الإنسان اللي عنده وشافوا أنه ما في حريقة ووضعه تمام فانبسطوا واحد منهم قال يا سامي أهات الطبلة فالجيران والحارة نزعجوا من الصوت العالي اللي وصل لآخر الدنيا وهون الإنسان اكتشف أهمية الطبلة وصوتها اللي بوصل لآخر الدنيا فصار كل ما بده يعبر عن حاله من بعيد يطبل الإنسان الأول كان يتمشى بالغابة بعيد عن الطبل والإزعاج فسمع صوت تصفير واكتشف أنه العصفير بتصفر لبعض عشان تتواصل عن بعد فخطرت بباله فكرة وقال بكل حكمة التصفير أحسن من التطبيل فبلش يحاول يستفيد من الموضوع وبعد محاولات كثير بين يلقط عصفير ويعمل لحاله منجار بالأخير يتعلم الإنسان التصفير وصار يستخدموا كوسيلة للتواصل عن بعد وبأوقات معينة لغة خاصة عند بعض القبائل يعني كيفك ومع تطور الإنسان اططورت لغته اخترع الكتابة وقرر الإنسان يتكبر على الوسائل القديمة وقال لك بلا تطبيل بلا تصفير بلا دخان بدايق المنخير راح كتب الرسالة وجاب العصفور وربطها برجله وقال له يلا طير ملوش صاحب هالإنسان ولا العصفور بيعرف العنوان بقول لك من رقاء الجيش بعت رسالة مع عصفور لضابط بسألوا ببساطة ضربته العدو رد عليه الضابط برسالة مع عصفور قال له نونو راح العصفور للأسف وصل الرسالة لسيدة فيروز وفيروز زي من تعارفين أي موقف بصير معها بتغنيه زي ضع شادي هالسيارة مش عم تمشي فغنت أغنية عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو فسمع قائد الجيش الأغني وعرف أن الرسالة ما وصلت فقرر يوصلها بنفسه وهون عرف الإنسان أهمية أنه لازم يوصل الرسالة بنفسه وبلش عصر ساعة البريد بس الدنيا برد ومطر وعواصف وحر وساعة البريد قريب حاله لأنه صارت شغلة صعبة وخطيرة ومليانة مشاكل وصعوبات كل هذا عشان يوصل رسالة كيفك نمتي؟ لحص الحظ ساعة البريد أنه البشرية اتطورت وصار فيه زجاج وكهرباء وضو وسلاك فصار الإنسان عامل حاله باتمان ويبعت رسائل باستخدام ضو بنص البحر واخترع التليغراف اللي هو عبارة عن تقطيعات بالكهرباء بشكل معين بتعمل رسائل بس المشكلة وقتها كانت رسالة كيفك نمتي بتوخت ثلاث ساعات عشان تتحول من الكلام لتقطيعات الكهرباء والضو وكانت الرسائل من غير أحسيس فهون عرف الإنسان أهمية صوته بالرسالة فاخترع التليفون ومنه طلع اللاسلكي وبعديها الموبايل اللي بعيدا عن الكاميرا وظيفته الأساسية هو يا ينسرق يا يضيع وصارت المحادثات تعد كيفك نمتي بتصير بأي وقت بالليل المغرب الصبح ومع أكثر من حدا ومن خلال التليفون تم اختراع الانترنت اللي أكيد أنت بتعرف كيف اخترعوه آه مش عارف تقدر تروح تحضر الموسم الثالث لبرنامج أنا بحكي لك القصة عشان تعرف اليوم بعد كل هالمراحل من التطور بعالم الاتصال وبوجود 6500 لغة بالعالم مش فاهم كيف بيجي لك واحد بيقول لك مش فاهم عليك وهون بتعرف أنه المشكلة مش بالتواصل المشكلة بالإنسان سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة